بعض ائمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بايات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا اصابك وبعضهم يقول له اصابك شهر وبعضهم يقول اصابتك عين الى اخر ذلك من كلامه الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب اليهم وحكم التزلق بهم وهل ما يقولونه صح اذا كان طالب العلم الذي يرضى الناس قد تاب على ما تعرفها مما يصيب المشفور او على ما تعرف بها العين فلا بأس بذلك ذكروا عليه ما يصطر الله من كتاب الله كالفاتحة وعيث الخرصي وقلوا الله هل نمعود الكين او غير من الحياة والله جعل القواسف من العين ومن السحر ايضا حتى قال صلى الله لا رغية الا من عين ولا من عين او حمى قال العلم على لا رغية اولى واشفى اولى اولى وانفع الا من عين او حمى والعين هي النظر الانسماء النظر والنس والحمى سمد وتستمون قال عليه الصلاة لا بأس بالرقى ما لن كم شركة واثرقى ورقى عليه الصلاة والسلام وامر ان نقى اولاد جعفر وقال انها صبت والعين قال لهم منها صبت العين صبت والعين فامرها ان تسترق الهم فالرقى لا بأس من العين فاذا كان الطالب الحلم العروف بالعقدة الصالحة انه جرب هذه الغمور وان ما فيه بلان انه من ما يحرح انه من عين او انه سحر السحور فيتعطى لعلاج السحر او العين العين عين حق ولو ان شيء سبق الغواء سبق في العين وقال استغسلوا فاذا عريف العائل استغسل نطلب منها يأتي وجهه اقضم داخلات اجدار اطلاف يدي ويدي حتى يصب على المعين وهو يسف بأنه يسف بإذن الله او يرقى بما يسف الله من اطلافها رائف كرسي وغير ذلك وغالبا انه ينفعه ذلك بإذن الله وهكذا مسحور يرقى من فاتحة رائف كرسي رائف استهلتك في شورة الاعراف ومونس اطاها تقرأ في ما إلا مع مع قواقب والله هادم معودتين ويصور به بعض الشيء ويتهوش من الباقي ينفع الله بذلك كثيرا من يصور السهر السهر واقع يقع كثيرا واتبعوا من السياطين عالمه سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا ان لها السهر وما انزانا في باب ذهوة وماروط وما يعلم من أحد حتى يقول إنا نهلة ولا تكتر فيتعلمن منهما ما يفلقن به بان مرء وزوجه وما هم بغارين به من حزين الله بإذن الله ويتعلمن من ضرهم ولا ينفعهم فالفصيحة واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم في أنواع من السهروقات ويستعنوا بجن والشياطي في ذلك وقد وقع هذا في عدد موسى عليه الصلاة والسلام وقام سعارك في العون بجمع العصر والحبال وقام زمروا على عدد الناس وستخبوا عينهم فتظن الناس أن هذه العصر وهذه الحبال حياتي يخيروا إليهم السهر وأنها تفتع فلما ألقى بوسى عصرها لقفتها وأخذتها كلها وعرف الناس برنا هذا السهر وقر السهار سجل لله عز وجل وتابوا وأنا أولى الله سبحانه وتعالى والمقصود أن هذا له علاج عرف بالعلامات التي في عتادها أنه سهر استعمل ونترى بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من من يدخل في العلاج سبع ورق أسرين سدد ودقوا جاتوا جعلهم أيضاً وأن هذا أيضاً قد يمسع إلي الله من أمر السهر وهكذا في أمر رجل يفتع عن زوجته ويمنعه من زوجته إذا قلئ له هذه آيات فاتحة مع عيث الكرسي قل يا أيها الكارون قل بالله عنه أولتين وشير منه وتسل الباقي الغالب أنه يسل أثره ويطلق حفظه